اهلا احبائنا مشاهدينا الجدير بالذكر انه معجزات وآيات المسيح كانت متميزة كانت خارقة جدا ومعجزات المسيح ممكن نتكلم عن اسباب عديدة يمكن هذا اكتر بيجي في برنامج المعجزات اللي عم نرتب له لكن خلينا اقول باختصار شديد معجزات المسيح حتى يظهر حنانه وانه كان فعلا كان بيتحنن على الناس نابعة من قلبه المحب وحنانه ورحمته ايضا معجزات المسيح كانت دائما دائما وبشكل مستمر حتى يومنا هذا ليقابل الاحتياجات البشرية فمعجزات المسيح لم تكن لاظهار معين ولا امور يعني بس مجرد حتى يثبت نفسه لا كانت دائما لخير ومنفعة الناس شيء اخر احبائي في معجزات المسيح حتى يعني دائما يعلم معجزات المسيح او ايات المسيح دائما تستحب بتعليم او حقائق روحية حتى يعطي بعد روحي عمق روحي تفسير روحي للاحداث انه هذا البعد الروحي اعظم من المعجزة نفسها يعني دائما وبالذات بتشوفها في بشارة يحنى دائما بتشوف انه فيه بعد روحي للمعجزة مثلا المسيح قال انا هو نور العالم وعلى طول بتشوف معجزة فتح عيون الاعمى وعن بيتكلم عن البصيرة الروحية وهذه واحدة من مواصفات ومميزات واخصائص المسيح بحسب نبوات العهد القديم انه فقط المسيح والذي يفتح العيون لانه فتح العيون هو دلالة على الخلاص وعندما قال يسوع المسيح انا هو خبز الحياة مقارنة لما تكلموا انه موسى اعطانا المن تكلم انه الله لأعطاكو المن بس اكلوا المن وماتوا لكن تحدث عن نفسه انه هو الخبز الحي الواهب حياة يعني فإذا المسيح اعطى التفسير والعمق الروحي وهكذا في كل معجزة التي تسمى آية في بشارة يحنى بأكد كل التأكيد انه هذه الآية لها بعد روحي وعمق روحي حتى يوصل البشارة حتى يوصل الرسالة حتى يعطي تفسير روحي وبعد روحي لهذا الموضوع